نحن اليوم بتوقيع كتاب الاستاذ الكاتب الكبير سمير حسن وسنجري بعض المقابلات مساء الخير فتون عباسي اعلامية سورية اعمل في قناة الميادين كمزيعة اخبار وبرامج سياسية وحوارات وتغطيات بما انه اليوم كنا عم نحتفل بتوقيع كتاب الاستاذ الصديق سمير الحسن وكنت ادير الندوة فعليا وكان الي كلمة فيها ففعلا بالفتنة اكتر من نقطة بالموضوع اول نقطة الفتنة هي شخصية سمير الحسن سمير الحسن قفز فوق اوجاعه واختار سوريا الوطن اختار الاوطان لذلك كتب كتابه الحرب السورية لينصف به الحقيقة اللي صار بسوريا اللي صار بسوريا فعليا مثل ما قلت بالندوة هو عبارة عن حرب على سوريا كان مستهدف فيها سوريا الوطن كله سوريا الشعب سوريا الجيش سوريا الدولة سوريا الحضارة سوريا التاريخ سوريا بلاد الشمس فاليوم هاي الكتب فعلا توثيقية مهمة جدا 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 خاصة لما بتكون عم تكتبها اطراف بموضوعية بعيدا عن الاستفافات السياسية فبتأرخ لتقراها للاجيال لانو بعد عشر وعشرين وثلاثين سنة في اجيال جديدة ما حتكون حاضرة هاي الحرب فممكن اي حدا يقدر يخترق فكرة ويقلها كلام منو حقيقي لما بيكون في عنا مثل هاي الكتب يلي عم توثق الحقائق منقدر نربي اجيال صحيحة ويكون في اجيال فهمانة شو صار من قبل مو بس لتعرف لحتى تتعلم عن اخطاء الماضي وما تكرر لانو كلاياتنا بالنهاية شعوب واحدة سوريين كلاياتنا سوا وحتى سوريا ولبنان هي فعلا شعب واحد في بلدين بما انو عرفنا سلة وصلك بالكاتب الكبير الاستاذ سامير شو وجهت نظرك الايجابية من وجودك اليوم؟ سلة وصلي بالاستاذ سامير فعليا كانت مهنية يعني انا بتذكر اول ما تعرفت عليه لسامير الحسن تعرفت عليه بخلال حوار كنت مستضيفته باحدى الحوارات او التغطيات وهون كانت عن معركة حلب كانت ما بعد انتصار حلب فكان هو ضيف بندوي مع ضيوف اخرين وكان عم يحكي على الانتصار السوري بحلب فهون كانت بداية معرفتي فيه على فكرة معرفتي فيه مننا كتير بعيدة لكن تقوت فعلا بسرعة وبعدين شوي شوي صرنا ندخل انا وياه ببعض التفاصيل هيك العسكرية لانو انا بكتب كمان فاحد الكتابات اللي بكتبه بكتب عسكري سوري فكنا عم ندخل عم نحكي هيك شوي عن معركة جوبر فكنت عم بحكي عن بعض المعلومات اللي عندي يعني ناخد ونعطي شوية مناكفعة شوية موافقة وفعلا تقوت الصداءة بينه وبينه صارت صداءة يعني هاي بالنسبة للعلاقة بينه وبينه الشي الايجابي اللي شايفته انا شايفة الشي الايجابي انه هلا نحنا فعلا بخواتيم هاي الحرب العسكرية ان شاء الله ورايحين لمرحلة جديدة مرحلة اعادة اعمار سوريا بايدنا كل اياتنا سوا انا بتشكى لك وبتمني لكم كل الخير انا بتشكيل فعلا اشتركوا في القناة حرب ضروس واعتقد يعني المتابع كان يفترض ان يخرج بنتائج يعني حرب انا اعتقد لم تكن حسرا في سوريا يعني هي كانت تشمل كل المنطقة ولكن يعني حصلت المعركة بشكل اسيسي في سوريا حيولت انا من خلال هذه التجربة ان اعرج يعني على هذه المراحل خاصة كان هناك يعني عوامل قوة لدى الجيش السوري وهذا الذي جعله يصمد طيلة السنوات السابع لم يمتهد نجاحات الكتاب يعني حقيقة نحنا معروفين بمجموعة العصف الفكري نحن يعني مجموعة يدور يوميا حوارات بينتنا يعني عباس ظاهر مخويل عواض اليس فرحات الاستاذ محمد علوش يونس عودي كمال خلف الطويل كل تلك يعني النقاشات مع هذه المجموعة هي التي انتجت هذه الكتاب ترجمة نانسي قنقر